استاذ رفعت التقدر تنكر الحلف الغربي التقدر تنكر انه الحزب اليميني حزب الاف بي او هون كان عنده علاقات مع اليمين المتشدد مثل جمعية الهوية وتسيلنر اللي هن فعليا يصنفوا بالنازيون الجدد موجود هل هذا الشيء هلا يوحي او يؤذن او ينبع عفوا بان النمسا مقبلة على حقبة نازية ما في حال هؤلاء الاشخاص في حال هؤلاء الاشخاص بيقصفوها بالناتو اسمح لي شوي الناتو ليش عملوه لمنع اي ظهور اي ظاهرة هتلرية موسيليمية ما خبطوه لما لو شابيتش اذا هون بيطلع بيخطو الناتو ما في رحمة بهالموضوع هذا ولكن التحول على المستوى الاوروبي اخي الناتو هو عنده وظائف كثيرة واحداها منع اي ظهور فاشية او نازية او 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 شو اسمه هذا اللي حكم اسبانيا الجنرال راعن فقري عرفت ممنوع انتهت نحن ما بعد النازية ما بعد يا اخي حتى ما بعد العالمة عرفت كيف ما بعد الشوعية ما بعد الاشتراكية ما بعد الرئيسمالية اسمالية ما بعد الليبرالية الحديثة نحن في مرحلة ما بعد العالمة قلتلي انت شغلي قبل ان تدخل على الحوار لفتت نظري بصراحة قلتلي انه هاي بايطاليا موجودة ميلوني وما قدرت تعمل هالشيء الكتير وما قدرت لا تخرج ايطاليا من الاتحاد او ربا وهي مالا ضد الاتحاد الاوروبي يعني بصراحة حتى هي ميلوني مالا بس انت اصلك حتى لو وصل اليمين المتطرف لالنمسا صار هو المستشار النمساوي على سبيل سال هيربت كيكل هذا ليس خطر ما في شيء مرعب لا 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 انا اطمئ العالم كله ممنوع ما في نوع لا يستطيع وهو يعرف لا يستطيع عما يا اخي عما يستعمل مصطلحات خلينا نقول كذبة ما في كذبة مصطلحات انا ما في عندي كذبة مصطلحات للعقل اللواعي لانه فرويد اكتشف انه انا عقل باطن اللواعي انا حيوان لوعي هذا اللعب اللواعي هذا هو فن السياسي في العالم الغربي في العالم المسان العالم الديمقراطي العالم يلي بيسأل الشعب تبعه او الجمهور عرف كيف السؤال طيب انت قبل ما تسألوا هذا السؤال بيوم الانتخابات المحدد بنتكت العقل بعقله لتنتخبه نعم فبيستعملوا هالمصطلحات هذي وبيستعملوا هال بيستعملوا وشي بدي أقول لك لغة هذي الشعوب هاي الطبقة الانتليجنسي اللي عما تتغير بالانتخابات بتغير رأي عرفت كيف تغيير الرأي هذا اللعب هذا اللعب تبعه وهذا هو الأساس وهي الطبقة هي التي تصنع السياسي طيب سؤال لأنه في عندك انت طبقة بتنتخب بالوراسة مي أبوي أمي شو بنتخب أنا بنتخب وخلا